في بداية الحلقة كنت بكلم مع حضراتكم على الفيديوهات اللي طلبت مؤخرا بخصوص الرأس اللي بيتم في حفلات التخرج وهل ده يعني اختلاف عصر ولا اختلال قيم قدسية الحرم الجامعي قدسية التخرج قدسية حتى أمر الوقوف أمام المعلم أو الأستاذ الجامعي أو السيد رئيس الجامعة أو السيد عميد الكلية ورؤساء الأقسام اللي ده رسولي أربع سيني وأنا طالع أستلم منهم الشهادة ولابس روب الخاص بالتخرج والكليات اللي بتؤدي قسم يعني هناك قدسية ولكن المشاهد الحالة اللي احنا شفناها والرأس وبالمناسبة ده مش عندنا بس ده في دول عربية أخرى بتشتكي مر الشكوى من هذه الظاهرة الخاصة بي حفلات التخرج شهادن لها كل التحية دي مش شهادن طيب حتى لو حتى غير شهادن وكل البنات أو الولاد اللي طلعوا رأسه وهم طالعين يستلموا يعني شهاد التخرج قادي قادي شهادن يعني الحقيقة يعني الحقيقة ما كناش أبدا أبدا نتمنى أن احنا نصل بقدسية العلم ممكن ده يتعامل برا يعني يأجروا قاعة برا ويعملوا ده ولكن داخل حرم الجامعي أعتقد اللي قدسية تختلف عن اللي احنا شايفينه بدليل ان السوشال ميديا الحقيقة رفضة رفضة هذا الأمر محدش قال احنا معاه إلا قليلين يعني الشيء الطيب ان بدأت بعض الجامعات تقول لا والله احنا محتاجين وقفة محتاجين نحط بروتوكول في التعامل مع هذا الأمر من بين هذه الجامعات كانت جامعة طنطة سيد رئيس جامعة طنطة أصدر مجموعة أو يعني اتفاق على مجموعة من الأمور الخاصة بحفلات التخرج ومراصم التخرج عشان نتمنى أن احنا ما نشوفش هذه المشاهد مرة تانية برحب بالأساس دكتور محمود ذاك رئيس جامعة طنطة دكتور محمود أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام أهلا بحضرتك أولا شفت الفيديوهات دي زي والله يخلينا بس نبدأ الأول نحن نقول أن أغلب المجتمع المصري هو الشباب أكتر من 65% من حجم هذا المجتمع هو الشباب وبالتالي فالشباب هم مستقبل هذا الوطن وهم اللي إن شاء الله يستكملوا التنمية المستدامة أو خطة التنمية المستدامة اللي في خمط الرئيس بدأها من 2014 وإن شاء الله لتحت رؤية مصر 2030 وإلى المستقبل إن شاء الله ومن هنا جات اهتمام القيادة السياسية الحقيقة بالشباب دائما ووضعوهم في مقدمة خطط القيادة السياسية وتوجيهات سيادته للجامعات ولرؤساء الجامعات كانت دائما بالاهتمام بتنمية الوعي القومي والوطني وزرع أو بس بزور القيم الحسنة في أبنائنا والحقيقة إحنا منذ هذا الوقت برضو معالي وزير التعليم العالي دكتور أيمن عشور بيهتم اهتمام بالغ بهذا الأمر في مجلس أعلى للجامعات وكل رؤساء الجامعات أعتقد جميعا بنهتم بهذا الأمر خلينا نقول إن إحنا دائما إن قضية الوعي القومي والقيم ومنظومة القيمية دي تمثل أمن القومي للبلدنا الحقيقة وطول ما كان المصريين بيتطفقوا وقطول ما كانوا بيبقوا إيد واحدة كانوا دائما بيحققوا إنجازات كبرى من منذ ثورة 23 يوليا حققوا إنجازهم وطردوا الاستعمار لما كانوا إيد واحدة وبرضو بنوا السد العالي برضو لما كانوا إيد واحدة وبرضو في 73 انتصروا على العدو الإسرائيلي لما كانوا إيد واحدة وفي 30 يونيا كنا إيد واحدة وقدرنا إن إحنا نحافظ على هوية الدولة المصرية فده دليل على إن فكرة الانتماء وفكرة بس القيم الحقيقية السليمة والصحيحة والوعي الصحيح عند الشباب هو شيء أساسي ورئيسي ودور بيتلعب الجامعات ودور كبير جدا في هذا الإطار وده بيجي الحقيقة من خلال المصارحة والمناقشة مع أبنائنا ومع الشباب ولابد أن نكون قريبين منه وإحنا كمان نتفهم أن العصر ده هو غير العصر من 30 سنة أو من 40 سنة ولكن هل اختلاف العصر يؤدي لاختلاف القيم؟ لا طبعا القيم الأساسية واحدة والقيم المجتمعية أو منظومة قيمية هي منظومة سبتة إلى حد كبير لكن مظاهر هذه المنظومة قد تختلف يعني إحنا فيه زمن معين ما كانش فيه إلا قناة الأولى والقناة الثانية في الإعلام طبعا حالك يمكن صغير في السنة أو صغير لا صغير أنا بغاية لما كانت القناة القناة الأولى بتفعل الساعة واحدة الدور يعني إحنا بالزبط كده حضرنا ده ما كانش فيه ولا قنوات فضائية ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا كان فيه كلام ده كله كان المجتمعات كلها كانت مجتمعات مغلقة فلما الدنيا بتبدأ لما حصل هذا التطور الهائل في التسعينات من القرن الماضي طبعا فيه مفاهيم كتيرة تغيرت وبدأ يبقى فيه تداخل في الثقافات وبدأ يبقى فيه انتشار لميانات ومعلومات في كل التخصصات وفي العلم وفي الأديان وفي الأمور المجتمعية كثير منها للأسف خاطئ ومش صحيح يعني على سبيل المثال في أحد الجهات الوكالات الأجنبية عملت دراسة بحسية على مدى مصداقية مثلا المعلومات الموجودة في الفيسبوك لقوا ان يمكن 34% فقط من هذه المعلومات حتى منها المعلومات العلمية هي اللي صديقها تمام أغلب هذه المعلومات إشعاعات وأغلب هذه المعلومات كذيب ومعلومات خاطئة علينا واجب كبير جدا نحو حماية أبنائنا وحماية نفسنا احنا من هذه الألمان لما حرك شفت المقاطع دي إيه اللي حضرتك أصدرتك لا هو الحقيقة إحنا عندنا تقاليد جامعية في الجامعات كلها الحقيقة مش بس في جامعة طانطة في قيم وتقاليد جامعية نحن بلحتفظ بيها وموجودة في المدى 96 من قانون تنظيم الجامعات قيم الجامعية دي مرتبطة بالمجتمع مرتبطة بالمنظومة القيامية بتاعتنا على سبيل المثال إحنا لما بنعمل أي حفلة من الحفلات إحنا النهاردة إيه هو الهدف من حفلة التخرج حفلة التخرج إحنا بنرتقي بيها بمفهوم مهم جدا إحنا بنقدم لهذا المجتمع هدية هدية شباب واعي عنده مسلح بوعي سليم وحقيقي يستطيع مجابهة كل التحديات في الدولة المصرية بعد كده ويستطيع استكمال خط التنمية بتاعته فإحنا بنقدم هذه الهدية ليهم فده الهدف الحقيقي من الاحتفالية بيجي في هذا الإطار بقدم هذا الشباب لسوق العمل وبالتالي حضرتك هتجد مثلا لما بنيجي في حفلة خرجين كل الطب بيجي المسؤول عن النقابة الفرعية وبيقرى معاهم القسم جوه القاعة في احتفالية كبرى بيجي المسؤول عن النقابة الفرعية